احتياجات المزارعين بقى من الاسمدة والتقاوي عندي اكتر من 8 مليون طن اجمالي اسمدة مدعومة تم توزيعها طيب دعمها يصل الى قد ايه حوالي 40 مليار جنيه خلال 3 سنين عندي غرفة عمليات دائمة مستمرة الانعقاد لمتابعة حركة الاسمدة توريد الشركات استلام الجمعيات للحصص وفقا لبرامج الشحن المحددة عندي مشروع كبير لانتاج الاسمدة ومن ابرز نقاط هذا المشروع الضخم والعملاق مجمع الاسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ولعلكم اكيد تابعتوا بداية هذا المشروع ايضا التزام او الزام شركات الاسمدة الازوتية بتوريد نسبة 55% مدعومة من الانتاج للجهات المسوقة للاسمدة وبالتالي نقدر ان احنا ننبي احتياجات المزارعين بسعر قد يصل او هو بالفعل وصل في بعض الاحوال ل4500 جنيه للطن عدم السماح عدم السماح بالتصدير لشركات الاسمدة الا بخطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك يفيد الزامها بتوريد الحصة والردل الحصة وبعدين عايز تصدر اهلا وسهلا وعند طبعا تحديث ضخم وعظيمة عمل لمنظومة التقاوي سواء اذا كانت التقاوي دي عالية الانتاجية قادرة على انها تجابه او تواجه او تقاوم المتغيرات المناخية الحالية نقدر نشتغل على فترات زراعة قصيرة نقدر نوفر المياه دي التقاوي الجديدة بتقاوم الملوحة وزي ما كنت بقولك ايضا المتغيرات المناخية اشتركوا في القناة